أمين يا رب عشان كده وإن صحة المواطن هي لها الأولوية الأولى للدولة المصرية كان في عدد من القرارات المهمة اللي تم اتخاذها النهاردة وتم أعلانها من خلال المؤتمر الصحفي تم أخذ القرارات الآتية أولاً إن حيتم تعليق حرقة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتباراً من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 19-3 يعني آخر طيارة سيسمح بيها حتكون في ظهر يوم الخميس القادم والموضوع ده حيبقى يستمر لغاية يوم 31 مارس سيتم تعليق حركة الطيران اعتباراً من يوم الخميس 19 حتى يوم 31 مارس وهدف هذا الموضوع طبعاً بالتأكيد هو إن إحنا نقلل من عملية الإختلاط المباشر اللي ممكن سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في خلال هذه المرحلة بالتأكيد الضيوف اللي موجودين النهاردة على أرض مصر حنسمح لهم باستكمال البرامج السياحية بتاعتهم ويغادروا تبقى للتوقيتات بتاعتهم ولكن أنا بأكد مرة أخرى اعتباراً من يوم الخميس ظهراً سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية القرار الآخر هو إن إحنا سيصدر في خلال ساعات قليلة قرار من مجلس الوزراء بتخفيض العاملين عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بإسلوب يضمن إن إحنا مرة أخرى نقلل من الإختلاط ونحد من الإختلاط والاحتكاك بين المواطنين طبعاً هذا القرار سيكون بيستسنى منه المصالح الحكومية اللي هي خاصة بالخدمات الاستراتيجية والتقديم الخدمات الأساسية للدولة القرار ده إحنا إن شاء الله حيتم صدوره في خلال ساعات هدفه زي ما بقول لحضراتكم إن إحنا نخفض من عدد العاملين في الأجهزة والمصالح الحكومية اللي هي بتبقى في الأساس أنشطة إدارية أو يعني لا تمس حياة المواطنين بصورة استراتيجية أو بصورة حقيقية وحيصدر هذا القرار في خلال ساعات إن شاء الله